اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج الستريتر سنستمر في هذه المحاضرة على التعديل على قوالب فري بيك وفي هذه المحاضرة راح نعمل على التعديل على قالب بزنس كارت أو كارت شخصي ليكون قالب مناسب للفئة العربية ندخل على فري بيك ومن خيارات البحث نفعل الخيار فري وفيكتر ونكتب بالانجليزية كارت وطبعا نبحث طبعا كل هذه البطاقات مجانية بإمكاننا أن نستخدمها ونعدل عليها ببرنامج الستريتر نختار أحد هذه البطاقات حتى نستخدمها بالتصميم مثلا هذه البطاقة جميلة وتحتوي على فكرة باعتبار أن هذا الكارت هو أفقي عمودي طبعا ممكن هذه نفتحها في ليار جديد أيضا عندنا هذا بزنس كارت جميل وكذلك هذا التصميم جميل نحمل هذا التصميم من داونلود طبعا ممكن داونلود عندكم تكون باللون الأخضر باعتبار أني عندي حساب مدفوع فيظهر باللون الأصفر أو البرتقالي أيضا سنفتح هذا البزنس كارت بهذه الطريقة ورح نحمله وطبعا أيضا هذا البزنس كارت أيضا رح نحمله بالتوالي جيد الآن نجي إلى الداونلود هذه القوالب اللي حملناها الثلاثة وضغط عليها كلك امن واكستركت ايج ارشيف سبرايد فولدر نفتح أحد هذه القوالب وطبعا راح نكبر الحجم بهذه الطريقة وراح أفتح هذا القالب بهذه الطريقة دبل كلك على الإي بي اس جيد بعد ما فتحتنا هذا القالب طبعا من أداة التكست بإمكاننا أنه نحذف هذه النصوص وطبعا نضيف النصوص اللي خاصة بينه يأما نحدد هذه النصوص يأما نكبر العرض وطبعا نحذف هنا هذي كلمة design من خلال أنه ندخل الى sub layers طبعا راح أحذف عني هذا النص وراح أعمل logo بسيط من إدراج round rectangle راح أرسم round rectangle بهذه الطريقة طبعا ممكن أضغط shift بهذه المنطقة حتى يكون النسبة وتناسب لجميع الأطراف ممكن بلا تعبئة وطبعا ممكن نختار الإطار أو المخطط التفصيلي بهذه الطريقة وطبعا ممكن أنه نقلل بالshift طبعا نضغط shift بهذه الطريقة وطبعا نزيد من السمك ممكن يكون مثلا خمسة أو ممكن خمسة y ممكن ثمين أو ثلاثة مناسب نصغر الحجم بهذا الشكل وراح نقله بالشكل بزاوية 45 وطبعا راح نقلل ميلان الأطراف بهذا الشكل وطبعا لا بأس أن يكون ثلاثة نصغره بهذه الطريقة أيضا ممكن يكون ثلاثة ونص الآن راح نضيف حرف بي بهذه الطريقة نكتب بي capital أو ممكن بي small جميلة إذا نلاحظ أن هذا الشكل يعيقنا ممكن نحدده بهذا الشكل وطبعا نجي إلى layers نفتح هذه هي الطبقة وطبعا نشوف هذا الشكل مكان اللي هو هذا طبعا ممكن قفلة حتى بعد ما يعيقنا بالتعامل ممكن pathfinder نحذفها جيد ممكن هذا الشكل راح يكون بهذه المنطقة نكبر حجم النص مثلا 100 أو ممكن 100 y نكبر حجم النص ممكن يكون ممكن 21 ممكن شعار بسيط وطبعا جميل بنفس الوقت الآن راح نضيف أيضا نص وراح نكتب مثلا بها world مثلا ممكن نصغر حجم النص ممكن هذا شعار لي بها world طبعا ممكن هذا الفونت نحذفه double click عليه و delete يعني ممكن نتراجع sub layers double click double click double click آخر وطبعا ممكن نحدده بهذا الشكل و delete طبعا ممكن فونت يكون capital letter يكون أجمل يعني ممكن بها world capital و ممكن نختار be in bold يعني يكون أجمل ممكن نختار ممكن هذا الفونت جميل يكون بهذه الطريقة و طبعا مي صغر بهذه الطريقة جيد طبعا ممكن نستنسخ هذا النص نخلي بهذه المنطقة هنا و نكتب بالعربي نكتب بالعربي مصمم graphic design بهذه المنطقة لا بأس أنه نصغر الحجم ممكن يكون سبعة و طبعا نجره بيكون بهذه المنطقة ممتاز نختار font آخر لحرف البي مثلا font مثلا هذا الفونت هذا الفونت أعتقد جميل بهذه الطريقة الآن أكملنا الوجه الأول للكارت أيضا نجي إلى الوجه الثاني طبعا نضغط هنا نكلك هذه الصورة الرئيسية نحددها بهذه الطريقة طبعا ننزل إلى الأسفل أيضا نقفل هذه المنطقة و طبعا نقفل هذه الصور هذه الأجزاء الخاصة بالتصميم نقفلها حتى لا تعيقنا ممكن هذا الجزء نحدده هذا الظل أيضا نشوف مكانه اللي هو هنانا أيضا راح نقفله جيد الآن نجي نعدل على هذه المجموعة طبعا هذه الأجزاء راح تكون إلى اليسار وهذا الجزء راح يكون إلى اليمين طبعا ممكن نجي نحدد هذا الجزء double click عليه هذه المجموعة كلها راح نعددها راح نخليها هنا مؤقتا و أيضا طبعا ممكن نضغط click بهذه الطريقة double click نحدد هذا الجزء و نشوف مكان أين هذا الجزء نقفله بهذه الطريقة حتى نتخلص من عنده نجي إلى هذه الأجزاء طبعا أيضا هذا الجزء بإمكاننا أنه نحدده نشوف مكانه اللي هو هذا أيضا نقفله تمام جدا الآن بإمكاننا أنه نحدد هذه الأجزاء أيضا باعتبار أنه هذا الجزء تحدد فنجي نشوف هذا الجزء نحدده بهذه الطريقة نشوف مكانه هذا أيضا القفله ممتاز الآن عندما نحدد بهذه الطريقة راح يتم التحديد فقط لهذه المجموعة ممتاز جدا الآن راح نحدد هذه المجموعة و راح نخليها بهذه الطريقة ممتاز ممكن نعكس العملية ممكن هذا الخط هذا الجزء نضغط عليه double click و يكون بالبداية و هذا الخط راح يكون بالنهاية حتى يكون عربي جيد ممكن هنا نستخدم ال bold و regular أيضا ممكن نعمل هذه الخاصية من خلال أنه راح نضيف مربع ناص و نكتب عالم ممكن عالم تكون ب font light مثلا ممكن نختار font مثلا ب in light مثلا و نكبر الحجم بهذه الطريقة و طبعا راح يكون اللون هذا اللون اللي هو اللون الذهبي طبعا بإمكاننا منها نختار هذا اللون و بإمكاننا من أداة ال eye drooper نضغط هنا click أوتوماتيكي راح تكون باللون الذهبي طبعا بإمكاننا نتراجع خطوة من السبلايرز مباشرة بهذه الطريقة جيد الآن نجي نحدد هذا النص من أداة التكست و بال eye drooper إمكاننا بال eye drooper نختار هذا اللون الآن راح نستنسخ طبعا هذا النص يمكننا نضغط عليه هنا ن click double click ممكن و طبعا نستنسخه طبعا double click على الاسم فقط و نستنسخه بهذا الشكل و نكتب بها الاحترافي نكبر الناس و راح نختار bold بهذه الطريقة نشوف خط being bold طبعا عدنا هنا being black اللي هو نفسه ال bold ممتاز عالم بها الاحترافي طبعا ممكن نكتب النص الانجليزي بهذه المنطقة طبعا نضيف مربع ناس بهذه المنطقة و راح نلصق النص الانجليزي و نصغر الحجم بهذه الطريقة و طبعا راح نختار لون ابيض control a و alt و اتجاه المعاكس حتى يكون النص متباعد بهذه الطريقة الان هذا الشكل طبعا راح نزيد في العرض حتى يكون بنفس المساحة نتراجع نلاحظ انه اصبح عدنا هذا الكارت طبعا عدنا هنا الوجه الاول و هنا عدنا الوجه الثاني و ايضا طبعا بامكاننا نعدل على هذه المعلومات حتى يكون متناسق مع معلوماتنا التعديل جميل و احترافي و في نفس الوقت سهل بامكاننا ايضا نستخدم هذا الجزء اللي هو العمودي او نستخدم الجزء الخاص بالجزء الافرقي تعلمنا بالمحاضرة السابقة كيفية حفظ هذا القالب و كيفية تصديره الى صورة ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة و بسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة